بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم والله أنا كنت راح أنام تمام ولكن واحد برضو بسألني سؤال على الواتساق باستفزيني واللي السؤال المشعرف اليومين ده السؤال ده يعني متركز أو حيطة الراية دي تمام أروا أدي أبش مهندس أدي ساعة أدي نص ساعة أدي ربع ساعة سيد الفاضل النبات اللي انت شايفه ده هو الزرع ده في ليبيا صديق ليبي بايتهولي تمام بايتلي البتنجان اللي انت شايفه الجميل ده تمام وبايتلي بعده شوية هيجي خيار في صوة بعادية خالص جدا مش هقولك يعني اللي هو الحاجات اللي هي المبردة اللي عندنا عشان بتقوله ان انتو التكنولوجي عالي عندكم وهي تكنولوجي لأ احنا ده راجل نفس الظروف بتاعتك البيت بتاعك نفسه شايف النبات عمل إزاي أهوت عنده ما شاء الله تبارك الرحمن المزارع ليبي ومعروف عن ليبيا ان هي مش دولة زراعية وده ما يعيبش كل دولة لها ربنا كريمها بحاجة يعني مصر لما نقول مصر لدولة زراعية ما اضطراز الحديث لما نقول العراق أساسا دولة زراعية لما نقول واحد كذا دول خارج دول بترول يعني الزراعة فيها داخل يعني عندهم قريب مش بعيد يعني أقصد الزراع اللي قدام حضرتك ده كان الخيار ولا ان كان البزنجان او ان كان فلفل حريف هيجبه لك والله كله من ليبيا مزارع ليبي اللي شغال الشغل ده القصة في اللي دلوقتي اللي لفت نظري في القصة دي الراية جماعة عند الراجل ده الراية عند الراجل ده ولا أروع ليه راجل ماسك فيديوهات راجب الشبراء وفصص فيها معلش عفوا ليه هو بصدع دماغه ليه النهار ما عنديش مشكلة خالص طالما بيسأل السؤال الطبيعي يعني فيه أسئلة اللي واحد بيتمنى يجاوب عليها وفيه أسئلة أنا بتعب أو بشمأزم الإجابة عنها منهم سؤال الرأي يا سيد الفاضل انت يعني الرأي دي قلتك مليون مرة الرأي بيعتمد على أشياء كتيرة وأنا أتحدى أي حد قاعد في مكانه يقولك ادو التربة دي قدي كزي مير أتحدى تمام اللي يقولك ادو التربة دي ربع ساعة ولا نص ساعة ولا الكلام ده الراجل ما يعرفش حاجة ولا له علاقة بالزراعة يعني علاقته بالزراعة زي علاقتي أنا بتزحلق عالجليد بالزبط تمام مفيش حاجة لإنه قلنا الرأي جماعة ده مية مية بتنزل تحت النبات دي معتمد على أشياء كتيرة عمر النبات عمر النبات نبات فصله هو صغير نقدر نعطشه ونقس عليه عشان يعمل شبكة جزرية كويسة عندي التزهير ممكن نعطشه شوية يعني عشان ده لو المجموع الخضري أساسا متغلب على المجموع الزهري تمام نعطش طب الأمور طبعية مش حابة تعطيش للنبات تمام ضيب النبات في مرحلة امتلاء الخلايا والحباية عندنا هتكبر سواء تماطم سواء فلفل سواء 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 بطيخ سواء كانت لوبة أو غيره جوه السوب أو بره السوب يبقى في الحالة ده هي تحصل لإيه لازم أزود معدل المية وممكن ما أعملش فترة واحدة لا أعمل فترتين كمان تمام دي أول حاجة مرحلة النمو في النبات تب اللي عليك اللي هو إيه بقولك إدي اللي بقولك إدي ربع ساعة ولا إدي نص ساعة هو يعرف أنت فنهي مرحلة عمر من النبات هو يعرف الجو النهاردة في مصر عامل إيه وفي المدينة المنورة النهاردة الدرجة الحرارة كام وفي سوريا درجة الحرارة كام وفي تركيا درجة الحرارة كام وفي استراليا النهاردة اقسم بالله واحد صادق بيتصل بي عراقي تمام بيقول درجة الحرارة النهاردة في استراليا 30 وهو انزلك الخيار بتاعه عند درجة 30 الخيار ده هو مزروع عند درجة 30 نشوف عند درجة 30 النهاردة في استراليا الاداتة دي كلها جماعة تمام الداتا دي بحالها جماعة لازم تتحط لازم تتحط كده وبعد كده تتفسر يعني نحط الداتا دي سرعة الرياح عندي قديم الرياح دي كل ما زادت سرعتها كل ما ما انت محتاج تروي أكتر ليه لأن البخر عالي من نباته ومن الطور تمام محتاج تعوض الميا دي كلها تمام عندك يا سيدي النهاردة في مشكلة في مشكلة عندك في درجة الحرارة درجة الحرارة عالية لو بدي تزود راي درجة الحرارة قليلة يبقى لازم تخفض درجة الحرارة منخفضة يبقى لازم تخفض الراي وتقلل من كمية الراي النهاردة شايف المزارع الليبي برضو بروحه باجي على المزارع الليبي تمام ظابط الراي بتاعه ظابط منفز التعليمات بجد ما هو مش بقاله مئة سنة بيزرع يعني الراجل حديزرع زي زي أي حد تاني بس امطلع نبات أنا عن نفسي معجب به رغم الامكانيات المتواضعة عنده والبيوت العادية خالص إلا أن انت شايف النبات عنده عامل إيه تمام تعالى أرجع للرأي تاني النهاردة قلنا درجة الحرارة بتتحكم فيه سواء عالية أو منخفضة بقوام التربة نفسه في تربة حمرة بتحتفظ بالمية في تربة طنية ما بترواش النهاردة في حد من مركز بالآس من المنصورة بتتصل بي عنده خيار ولا أروع قلت له حتى صور للخيار ده عشان عارضه على الناس اللي تعابتنا من كتر الرأي يا عم أنت بتروي أنت بينك وبين الرأي وأنت كل المدام ما تزهقك في عشتك وتتعبك وتنكد عليك تروح تحط همك في الرأي وتروي تروي 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 ما قلناش الرأي جماعة شوف أنت راجل ناجح إذا زبطت الرأي زبطت الرأي وزبطت التسميد إذن عندك الدنيا هتبقى كويسة خالص عكت في الرأي يعني يمكن التسميد ما عنديش أي مشكل خالص في التسميد ممكن تعك فيه بس الرأي غير مسموح بالرأي بالعك في الرأي دي بيعتمد على الحاجات اللي احنا قلنا على سرعة الرياح على قوام الأرض الكنطنية ولا أرض رملية عايزة مية على طول ولا إيه الدرجة الحرارة عندك طول الليل والنهار المرحلة العمرية بتاعت النبات النبات عنده شهر مش زي اللي عنده شهرين يعني البطاطس في الأول بنخيف عليها الرأي والبطاطس دي كل أسبوع ممكن تلات أربعة أيام نروي رأي في الأول وهي لسه دارة ليه عشان ما تعفينش بعد كده تنبت نزود الرأي شوي بعد كده تيجي تصب الدرانات كنا أيام صب درانات البطاطس بعد السبعين يوم جهزل بي فتواد النفو ما كنتش بفصله خالص إلا لما غير للمولد دي بتاع زيت بس على طول شغالها 24 ساعة فجماعة الري 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 ده بتحكم بحاجات كتيرة محدش يقولي قد نص ساعة وانا عارف النقاط بتاعك بيدي قد إيه يعني انت بتقولي النهارة قد نص ساعة طب أنا عارف النقاط بتاعك قد إيه أنا عارف الضغط اللي نزل على النقاط قد إيه انت عندك نقاط النهاردة بنزل أربعة لتر تمام ممكن ما يديش اتنين لتر ليه مع لهوش الضغط اللي المطلوب يكون اتنين بار عند آخر الخرطوم مفيش الكلام ده يبقى انت لازم الادات دي عشان يعني تكون محطوطة قدامي سرعة الرياح محطوطة قدامي الأرض الرطوبة بتاعتك عاملة إيه فيها الأرض عندك أرض رملية ولا طينية ولا لا بتحتفظ بالمية ولا بتحتفظ الموال اللي عندك عمر النبات ومرحلة النمو وفي قد إيه اللي بالنسبة لي بالنسبة لي الضغط بتاع المطور الرأي اللي انت بتروي بيه الضغط شديد ولا قليل تصرف النقاط عندك قد بيدي اتنين لتر بيدي تلاتة لتر بيدي بيدي اربعة لتر بيدي تمانية لتر بيدي بيدي عشرة لتر كل الحاجات دي لازم يكون موجودة قدامي طيب لو كل الحاجات دي هت مش موجودة قدامي وانا اللي موجود في الأرض ده المختصر المفيد يبقى انا اللي بعمل الليلة دي بحاله وانا اللي اقدر افسرها غصبا عن اي حاد لازم انت اللي تفسر القصة دي بحاله حضرتك انت اللي تفسر وانت اللي تمشي بعملية الرأي غير كده انا من صحقش انا من صحقش انا من صحقش فيه نباتات محبة للمية فيه نباتات كرهة للمية مش حباها فيه المرحلة الاولى مش حبة مية فيه المراحل بتاعة الاخر محبة مية فيه الصفت بيحب المية الشتاء مش حبة بالمية كل القصص دي لازم الرأي بتاعك اول حاجة شبكة الرأي محكومة كويس معدل تصريف النقاط كويس جدا تمام اول نقاط زي اخر نقاط الارض بتاعتك متسوية علشان ما يحصلش عندك نقاط مبقع مية هنا والحتة التانية العالية ما يبصلهاش مية كل الليلة دي المفروض تكون موجودة عندك علشان نقدر نقول الرأي عامل ايه اما واحد كل شوية يجيلي على الوطس اب قدي ربع ساعة قدي نصف ساعة يا عمي ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة الخير والله ما فيه حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها قدي ربع ساعة وقدي نصف ساعة فيه حاجة اسمها بني ادم واقف في الارض هو اللي بيزبط الليلة دي بناء على العوامل المحيطة به من عمر نبات لتربة لرياح لحرارة لطول الليل لطول النهار لأملاح للتسميد اللي حطه قدي ايه كل الليلة دي لازم تكون متوفرة وحطينها في مخ الراجل اللي هو بيه بيه الراجل اللي هو بيواقف على العملية الري دي يا جماعة وواقف على الفورمل او المهندس المسؤول عن عن ايه عن عن عملية عن البيوت المحمية دهيا وعن عملية الري وعن عملية التسميد هو اللي في ايده الليلة كلها يعني هو اللي يقدر يحكم في حتة الري دي اما انا اقول لك كلمة مطلقة اب انا راجل بكزب عليك من الاخر حياكم الله شكرا لحضراتكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة